مجددا صباح الخير لكل أعزائنا المشاهدين عبر مريم تيفي بفقرة الحقوق والحريات واليوم يمكن أكبر حق منتهك بسياستنا النقدية المالية الاقتصادية في ظل هالأزمة اللي عم نرزح تحتها وهذا الحق اللي يمكن بيفتح لنا على مجالات وأبعاد ومقاربات عديدة بمختلف المواضيع اليوم المقاربة الاجتماعية اللي هي متعلقة أكثر بحقوق الإنسان بحقوق الشخص البشري وكرامته ويمكن أكبر حق هو لما ينتهك كلها التعويض وكلها المدخرات يمكن اللي كان كل عمره عم بجمع تأمن الآخرة الصالحة اليوم ذلك الوضع الخطير الذي يحيط بالعمليات المصرفية والأزمة اللي عم متردي جدا جدا واللي عم تنعكس على كل قطاعات حياتنا بيشرفني وبسدني أني كون عم بستضيف ضمن هذه الفكرة دكتورة سابين دوكيك المعلوف وهي أستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية ورئيسة قسم القانون الخاص في جلية الحقوق الجامعة اللبنانية وباحثة في القانون التجاري والشؤون المصرفية ولها العديد من الدراسات والأبحاث صباح الخير دكتورة صباح النور أهلا وسهلا فيك أهلا فيك نحنا كنا بمقاربة حقوقية قانونية قبل الكورونا صحيح اليوم رح نختلف هيك شوي بالمقاربة بس الأساس هو نفسه اليوم حكينا كتير بالأسباب اللي قدت إلى هالأزمة وكترة المفاهيم والمصطلحات اللي صرنا يمكن هيك عم نشوف أنه وين الصحفية بس اليوم خلينا نفوت بيظل يمكن هالهندسات المالية السياسة النقدية استدانة الدولة اليوم حق الإنسان أنه يعيش بكرامة وحقه اليوم اللي عم ينتهك من خلال كمودع هو بإحدى المصارف واللي أكيد عم تنعكس على كل نواحي الإنسان الاجتماعية الثقافية التعليمية يعني ما بقى حدا قادر يكفي بها الحياة اليوم كيف رح نطرح هالمقاربة الاجتماعية ومنين رح نبلش بطرحة معك حق روي نحنا يمكن كنا من أولى الحلقات اللي عملناها كنا عم نطرح بعضنا موضوع العلاقات بين المصارف والمديعين وحكينا وشرحنا بوقتها كثير منيح هيدا العلاقة شو اللي بيحكمها وكل شيء نحنا اليوم صرنا بمحل تاني مش بمعنى انه انتهت المشكلة ولكن بمعنى انه بمعنى انه تطورت المشكلة أو صرنا حتى عم نشوف المشكلة من عم تتفاقم وعم بتروح لمحلات تانية ما بدنا نحكي بصراحة يعني متل ما حكينا واتناقشنا انه بدنا نحكي اليوم مش بالاسباب بالاسباب صارت الناس تعرفها بغض النظر كل واحد من اي مقاربة عم يحكيه ولكن صارت الناس تعرف الاسباب نحنا اليوم هون بدنا نشوف شو فينا نعمل نحنا بهيدا الواقع لانه هيدا الواقع منه واقع لا بسيط ولا قصير هيدا الواقع هو واقع كثير مرهق واقع كثير مطول يعني ازمة بستغرب انا لما بسمعها تيفيه او لما حتى انا بكون موجودة طيب شو الحل ما حدا بيقدر يعطي حل بديقتين لمشكلة عمر سنين وسنوات وعقود صحيح من هيك بدنا نبلش من هيدا المنطلق نعرف انه نحنا عنا ازمة طويلة عنا ازمة صعبة وعنا خيارين اما الاضطراب الاجتماعي لانه هيدا الازمة كلها بده تصب المجتمع يعني كلها بده تغير مفهوم العلاقات الاجتماعية او نحنا لحنبرهن انه نحنا شعب عنا الوعي الكافي لننتقل للأفضل لنمتن علاقاتنا الجماعية ونعمل عقد اجتماعي من دون ما يكون مكتوب بين بعضنا بخسائر اقال وبخسائر اقال وهلأ منحكي بالتفاصيل او نحنا عنا خيار تاني لحنفط ببعضنا مثل ما بيقولوا الناس وليح يصير فيه اضطراب اجتماعي ويمكن اضطراب امني وشو ما بدك فاليوم اول شي هو مطلوب من كل شخص مننا يكون عنده الوعي الكافي اللي حتى يعرف نحنا وين وكيف بده يتعامل مع المحيط طبعه صحيح طب دكتورة يمكن اليوم وبيظل هيك يمكن كل اللي عم بينحكى بهالموضوع عم يخلقوا نوع من اما ثقافة تهويل واما ثقافة وعي اليوم بثقافة هالوعي من السبل اللي مطروحة للخروج من هالأزمة هي اللجوء الى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ادي فينا نوضح اليوم فعلا هالحقيقة ادي هو يعتبر خلاص لالنا تنقدر نكون عم نخرج يمكن من هالأزمة على فترة دا تقل عن خمس سنين بالصراحة انا مني شايفي حدا عم ينشر الثقافة والوعي اللي لازم يكون موجود عند الناس وبلحظة من اللحظات انا شايفي حتى صارت الثورة في مين عم يستغلى لحتى تصير هي طائفة جديدة بلبنان لانه كمان من بعد 17-20 صارت الناس عم بتصنف بعضه انت مع الثورة او ضد الثورة وهيدا شي خطير جدا لانه عم نتحول على سياسة الشعبوية وهيدا سياسة خطيرة لانه بتمث بالانسان وبتحاكي يعني اذا بدك حاجاته شخصية بس عمليا على الارض هي بتكون فارغة وما بتقدر تنفذ شيء يعني عم تنقلنا من استفاف معين لا استفاف جديد لا استفاف اخر يعني هي دايما السلطة بتحول تعيد انتاج نفسها ومن هيك بيروحوا على الشعبوية لما يتكون الحالة كتير جماعية فبيصيروا يخلقوا ويتبنوا ذات الشعارات بغض النظر ما عم بحكي عنه سلطة يا ما عم بحكي قصدي بس عن الحكومة قصدي عن كل الناس الليدرز وكل اللي بيتعاطوا بالشأن العام فبتصير تحمل انت شعارات الناس وتحكي فيها بس بتكون انت عم تخدهم على محل تاني بقصة صندوق النقد خلينا نقول شغله خلينا نعرف انه صندوق النقد لنه شيطان ولنه ملاك يعني لا فينا نصوره على انه هو جاي شيطان على لبنان ولا هو جاي ملاك حارس صندوق النقد عنده هدف واحد بكل بلد بيروح عليه تصحيح السياسات النقدية المالية هو بيعتبر انه تصحيح السياسات النقدية المالية لازم يرتد ايجابا على المجتمع ولكن تكلفته عن الناس كبيرة لانه هو بيعرف لو فيه سياسات نقدية ومالية سليمة ما كان هيدا المجتمع وصل له يعني لنبسط الأمور للناس مثل لا سمح الله حدا بيكون ببيته بيعرف انه ابنه عنده مشكلة ابنهم مثلا تقول بيتعاطى مخدرات لما بتعرف المشكلة بتجلها تحلى بدو يتعذب الشخص معك بس اذا ما بتواجه الحكيم بتصير تشوفه اوقات شيطان اوقات مالك المعالج بتصير تشوفه اوقات شيطان اوقات مالك ولكن انت كشخص معني مباشرة بدك تعرف انت بدك تروح على الطريق الصح ولا لا اصعب شي مع سياسات صندوق النقد انه ما يكون في دولة توسق فيها ولا مرة بيقدر صندوق النقد يقدل مهمة تبعه وبصير يتحول بصيروا الناس يشوفوا هو الغلط لانه بتكون الحكومة والسلطة السياسية عم بتنفس السياسات بشكل خاطئ وللأسس انه نحنا اليوم بحالتنا انا شايفة ومأكدة انه صندوق النقد او ما لح يجي واذا اجع لح يجي بطريقة كتير بطيقة بشروط صارمة وبشروط كتير صارمة وما بتقدر السلطة اللي عنا تفرض هايدي شروط بمجتمع هالقد متنوع وهي ما عندها الاداء السياسي الكافي فما نشايف انه لح يكون حل هلا اذا بدك نحكي بالتفصيل شو بيعمل صندوق النقد وهيك نحكي بس لا هلا خلينا يمكن اكتر بالإطار العام يعني اليوم عم نحكي انه اذا كان الخلاص او خلينا نقول جزء من هالحل المشكلة هو صندوق النقد كمان ما عم نعول كتير عليه طيب اليوم خلينا نقول كمان هيك نظرة سريعة بالقرارات القضائية اللي صدرت عن قضاة امور مستعجلة بعدة مناطق باللبنان ولكن اغلبيتها تم وقف التنفيذ وما قدروا يمكن المدعين لا يحاولوا مصاري ولا يدفعوا نفقات كمان هي تموس بحقوق اجتماعية كان طبية كان تعليمية كان معيشية اليوم اليوم طب اوكي عم نفكر بهالحلول لوين بدنا نوصل فيها موضوع الحلول كمان عم بيكون دوز اكسترام يعني او انت يعني الحدين الكتير صعبين او اذا انت قلت لازم تتصحح السياسة المصرفية اللي حتو تطعم انه انت ضد الاقتصاد الحر او اذا انت بتقول لا معناتنا عم بتقوي كمان هالطريقة بالتعامل الهيمنة فيها والهيمنة اللي عم بتصير الموضوع بده تصحيح جزرة بسياسات مش قصدي بالنظام المصرفي قصدي بالرؤية لهذا الموضوع وخاصة من السلطة القضائية اليوم السلطة القضائية وانت بتعرف كتير منيح وانا بعرف كتير منيح هي بده تحمي هذا المجتمع بهيك ظروف صعبة ما في السلطة القضائية تظل قاعدة على الحياة ناطرة تشكيلات لنقول انه هي مستقلة مش مظبوط هيدا الحديث هي بده تبرهن للناس انه هي مستقلة وبده تبرهن لحالة وبده تبرهن للمجتمع الدولي انه هي سلطة قضائية مستقلة وطبعا انا ما بنكر انه في قضاة بيعملوا عم بيقدوا دورهم وعم بيقدوا دورهم بجرأة بيظل هذا الوضع الموجود فيه بس ما بيكفي بدنا نقابة المحاميين نقابتين المحاميين القضاء الاعلى يتعاونوا لينشروا ثقافة قانونية جديدة نحنا بحاجة لالها على ماذا تقوم هذه الثقافة خلينا نقول يعني اليوم هالبعد الاجتماعي ده بده يكون اخي تحيز من هالثقافة القانونية وفعلا مبدأ العدالة الاجتماعية اللي يمكن اوقات بيقوى وبيكبر على الحرية الاقتصادية والتبادل الحر اللي تعودنا عليه في لبنان أنا في كلمة كتير ملاقيتها مناسبة لهيدا الظرف ثقافة الاستمرارية لأنه بأزمة هالقات صعبة أزمة مالية كتير كبيرة اللي حتقدة لجوع ولا فقر الاستمرارية هي سلاحنا الوحيد والاستمرارية مبدأة الأساسة توزيع الخسائر توزيع الخسائر مش توزيع السروات لما نحكي بفكر اقتصادي مختلف عم بحكي عن توزيع الخسائر بمعنى انو نحنا وصلنا اليوم لهون بدنا نكفي امكان بدنا خمس سنين ولا عشر سنين ولا ثلاث سنين ولا أربع سنين إذا نحنا بعدنا بأول أربعة شهر وبلشت تطلع الصرخة وبلشت تنتشر الحالات المأساوية والحالات الاجتماعية الصعبة كيف بدنا نكفي سوا؟ مين بد يقوم في هيدا الضوء؟ هيدا ثقافة مجتمع رويل هيدا دور الإعلام هيدا دور المجتمع المدني وين هو المجتمع المدني اليوم؟ المجتمع المدني مش بس جمعية بتجيب مصاري وبتوزيع مساعدات بعدين الثورة هي ثورة تفكر بالأساس نحنا معليه أنا هون يعني بتعرف أنه أنا ما بحب أحكي حكي شعبوي نحنا أكيد يعني أنا اليوم بدي أقول شغلي أيمة الناس نزلت على الأرض بلبنان يعني أيمة الناس انتفضت لما ممسوا بحقوقها شخصية هيدا أكبر دليل أنه نحنا ما كنا عايشين بوطن نحنا كنا عايشين بمجتمعات صغيرة دايقة كل واحد فرقاني معه هو يكون مأمن حاله وشو بيصير بغيره ما فرقاني معه يعني التعاضي والتضامي مثلا لما كنا نحكي تقول مبدأ عام يشوف بيلك حاجك حمل السلم بالعرض ما ليه عم نحكيها هيك بطريقك هيك كنا نحكي مع بعضنا كلنا كنا نحكي مع بعضنا ونحنا ما نزلنا لأنه حسنا الوطن كان كتير عالي نحنا نزلنا لأنه وصلوا للحد اللي صرنا حاسين حالنا مستوا فينا قبل ما كنا حاسين هيدا أكبر دليل أنه لنرجع نحنا نصحح الحالة اللي كنا موجودين فيها هي مش إنه نرجع نعزز الحالة اللي كنا عايشين فيها بقدر ما نرجع نتوسع على بعضنا ونحنا عنا ظرفين كتير مهمين لحتى نستفيد مننون ونعرف شو قيمة العدالة الجماعية والاجتماعية هن الأزمة الموجودة اللي أصابت كل الناس بغض النظر عن الطبقات تبعها وبغض النظر عن القطاعات الموجودة فيها يعني القطاع الاقتصادي مثل القطاع التربوي مثل القطاع النقابي كلنا صرنا بزيت المحل والموضوع الثاني قصة الكورونا كمان هي أزمة عززة تقدى ممكن حالة واحدة تقدى إلى انتشار كتير جماعي وكبير إذا ما تعلمنا من هود الأزمتان بيكون مشكلة كتير كبيرة إذا ما تعلمنا لنرجع لقصة الاستمرارية بدنا نتعود أنه نحنا اليوم مش بس يلا نفسي يعني مثلا بالمدارس بموضوع المدارس تنحكي بموضوع المدارس وحلقة كنا بفقرة كمان أنا عم يحكوا عن المدارس بس أنا ملاح طول بالموضوع بس لأول شغلة إذا بتطلع من زاوية الأسات زي تلاقي معه عن حق لأنه الأستاذ بالآخر إنسانه عايش بهيدا المجتمع تطلع من زاوية الأهل كمان معه عن حق وتطلع من زاوية الإدارة التربوية معه عن حق طيب شو بده يصير مين ما فيك تعطي حق لحدا هم نوزع الخسائر يعني بهيدا المبنى هيدا هو توزيع الخسائر والاستمرارية توزيع الخسائر بهدف الاستمرارية بدي أقول شغلة من الناحية الاقتصادية والأنونية شو فينا نعمل بهيدا الموضوع فينا نفهم أنه أول شي هدفنا نحافظ على كل القطاعات بلا ما نخسر أي قطاع أو يكبر أي قطاع على حسابك مثل ما كان عم بيصير يعني وإذا ما صار هيك لح نروح للأسوأ يعني القطاع المصرفي منه مطلوب اليوم من القطاع المصرفي لنهدمه ولا يرجع للأرباح اللي كان يحققها بقضية كتير شهيرة بسنة الـ 94 بفرنسا قضية إيزينار إيزينار كان معمل طلبه حديد كتير كبير بفرنسا عنده مئات ألاف من الموظفين نتيجة خسائر متراكمة وحاولوا عملوا دمج مع شركة تانية وصلوا لوقت نزل عدد الموظفين طبعا من المئة وعشرين ألف للأربعين ألف بالمدينة اللي هو موجود فيها هيدا المعمل صارت اسمها المدينة الميتة ميتت وعاشوا صارت في حالة من الوحشية قاموا لجأوا لموضوع كتير مهم هو تعويم يعني رسملة هيدا المصري هيدا هيدا الشركة بس مش على حساب الناس لا تستمر صار في كتير دعاوة وانتقاد من المساهمين وقصة المشاركة وتوزيع الأرباح وتوزيع الخسائر ووصولنا لمحكمة التمييز الفرنسية أخذت قرار دي 17-5-94 كتير مهم سمحت أو إذا بدك صدقت على القرار اللي بيقول التعويم على حساب حقوق المساهمين وليس على حساب الاستمرارية يمكن هيدا المنطلق اليوم لنكون عم نبني رؤية اجتماعية وبهيدا البعض اللي عم نحكي فيه دكتورة هيك بآخر سؤال اليوم إلنا الكل مسؤول الكل معنى مبدأ الاستمرارية توزيع الخسائر بس برأيك اليوم أدي هالخطة الحكومية الموضوعة عم بتقاربت هالمواضيع ومين اللي بدو ياخد فعلا المبادرة ليطلق أقله هالشرارة لا الخطة الحكومية عم بتتعمل مقاربة بمحل تاني بمحل آخر لأن الخطة الحكومية بالخلفيات تبعها للأسف اللي حيتحمل هذه السياسة النقدية اللي عملتها الحكومة هو المودع بشكل أساسي والناس لأنه لنلخص الخطة الحكومية بكلمتين إعادة هيكلة القطاع المصرفة عبر تسفير يعني إذا بدك إعادة هيكلة شاملة وهيدا ضد سياسة صندوق النقد وصندوق النقد رافت هيدا الموضوع لأنه بالقطاع المصرفي بالتحديد هو بيعرف إدي حجم الوجع إذا بنروح على سياسة هلقة شاملة لا بدو يعمل إعادة هيكلة صوفت أكتر ناعمة أكتر وطويلة أكتر مشان هيك نحنا بقيين بالكابيتر كونترول اسمين بدون إطار قانوني ما بعرف إذا بيتفق هيدا الموضوع مع سياسة الحكومية بالمحل التاني صندوق النقد بدو يرجع عيد التوازن للميزان التجاري هيدا شغلته الأساسية مين بدو يرجع يولع مين بدو يطلق فعلا هيدا الشرارة بهالمبادئ هيدا اللي أنا شايفته إنه هو كتير صعب لأنه من يعني الحكومية عطيناها وقت وبفتكر لليوم صار لحد هلأ حطت خطتها يعني صار للميتيوم وهي كانت من الأساس بالبيانة المزارة طبعها عاطلة حالة مهلة خلصت هالمهلة وهن اللي حيفوتوا مع صندوق النقد بمفاوضات كتير صعبة صندوق النقد منه جاي قريبا فالمطلوب وعي من الناس أكتر وأكتر كرمال هيك بدنا جلسات أكتر وأكتر صحيح لنبني هالوعي أكتر وأكتر دكتورة سبيم دكيك معلوف أنا أبدأ أشكلك اليوم على هالإضاءة وأكيد كمان يعني على هالمبادئ اللي دائما أنا بترجع بتجي لترجع كمان بالحق الإنساني بوجود الإنسان بكيانه بمعيشته بكل حقوقه والأساس فعلا الاستمرارية وأنه نقدر نوزع هالخسيره ورح نتوسع أكتر إن شاء الله ما بعد لنشوف شو رح يصير في عنا تطورات شكرا لأليك مشاهدة أنه أهلا وسهلا مرسي لألك أعزائنا المشاهدين بريك وأكيد من بعده سلام ووضيفة خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر